بسم الله الرحمن الرحيم ونحن نحصل على معنى الكلمات بطريقة جاهزة وبدون ما نحاول نجرب نطول المعنى ونطلع المعنى من القاموس القاموس زي ما حكيت لكم بحد ذاته عبارة عن عالم يعني ممكن أنت تفتح القاموس على أساس تطلع معنى الكلمة بينما أنت وأنت بتقلب صفحات وممكن تحصل على أكثر من معنى كلمة وتحصل على أكثر من معلومة القاموس ما بيعطيك بس معنى الكلمة وإنما بيعطيك إلها مرادف يعني معناها باللغة اللي بدك إيها أو اللغة العربية مثلا ممكن يعطيك معنى مرادف إلها بالإنجليز وممكن يعطي إلك الكلمة اللي ممكن يعطيك إلها برضو قسمها ونوعها وزي ما كلنا منعرف في عندنا مثل بالإنجليز هو يعني ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة وفي مثل برضو بيقول حكمة اللي هي يعني إذا ما منتعب على الكلمة أو ما منتعب على الشيء ما نعتم ما بنحصله فبالتالي الطالب لازم يبدو المجهود أثناء تعلموا للغة أثناء استخراجوا لمعاني الكلمات بالتالي بنضمن إلو مية بالمية إنه إن شاء الله الآن شو هي خطوات استخراج معنا كلمة من القاموس مثلا لو افترضنا إنه في عندي أنا كلمة مثلا دكشنري بروح أول حرف فيها شو هو الدين أول إش زي ما حكينا بندوره على حرف الدي بعدين الدي آي دي آي سي دي آي سي تي آي أو أن وهيك لبين ما لاقي الكلمة كاملة المنتصقة يعني لاحظتوا في بعض الطلاب لما درسهم بروحوا بدوروا دي بيتركوا حرف الدي بروحوا بدوروا حوله في الآي بيدين بيتركوا حرف إلا هذا الطريقة خاطئة أنت بدك تدور عليها أو أنت بدك تدور عليها كاملة دي آي سي تي آي أو أن أر واي كاملة مش كل واحد حرف منفصل ولا ما ولا هيك ما بنلاقي الكلمات آي سي تي هون دي آي أوكي هون بنلاقي الكلمة كلمة دي كشنري بنلاقي معناها معجم أو قاموس برضو بنلقى طريقة تلفظ هايها بنسميها ترانسكريبشين بين خطين ما إلين بنلاقي نوعها ناون وأنه بإمكاننا نجمعها بلورال وبرضو بنلاقي هون يعني اللي بلورال إلها هو دي كشنريز شايفين الآي سوري الواي قلبت إلى آي لأنه عنا حرف الواي قبل حرف صامت وهون بتلقى المعنى بالإنجليز اللي هي أبو شغلة كمان بحب أذك نبه عليها اللي هي بالنسبة لتنظيم القاموس اللي هو إنه نختار قصاصات زي هيك نكتب على كل قصاصة الحرف بحيث أنه يسهل إلنا الوصول فمثلا إذا بدي كلمة بتبدأ بحرف الإي أنا فقط بروح باختار القصاصة زي هيك مثلا الإي عند بداية حرف الإي إذا بدي كلمة في حرف البي أنا بروح على البي وبختار مباشرة بسبب سهولة هيك بوصل أنا البي بسهولة وهيك بالنسبة لباقي الحروط وبرضو بفضل إنه القاموس نفسه يتجلد لأنه ممكن يعني يستخدموا العيلة كلها يعني يظل العيلة كلها فبالتالي أنت مش مضطر تشتري لكل ولد أو لكل طفل عندك قاموس مراجعة بسيطة قبل ما أعطي الواجب نبحث عن الحرف الأول في الكلمة بعدين نبحث عن الحرف الأول يعني والثاني بالتسلسل الحرف الأول الثاني الثالث مثلا P-E P-E-R P-E-R-F P-E-R-F P-E-R-F-E وهيك لما أخلص الكلمة بتطلع معي كلمة perfect طلعوا لي معاني الكلمات وحطوا ليهم بالتعليقات أما بالنسبة لطالباتي فواجبنا غير بدي تفتحوا للدوسية بقسم my dictionary هو عبارة عن صفحات أنا مفرغيتها جهزي للبنات تقريبا يكتبوا فيهن الكلمة ومعناها قبل ما تبدأ بحل الواجب بدي تفتحيلي على آخر صفحة على word list بدي تختاريلي كلمتين على كل حرف موجود عندك مثلا على A ثنتين على B ثنتين على C ثنتين وهيك وتطلعيلي معاني كلماتهم وتنظميلي إياهم بالدوسية هون بالنهاية هذا شرح مبسط يعني أبسط ما قد قيل في استخدام أو استخدام القاموس لاستخراج معنا الكلمة طبعا فيه أفكار كثيرة شاركوني بتعليقاتكم وملاحظاتكم لتحسين الفيديو وتحسين المحتوى نزلكم هاي الفيديو وغير وفيديوهات أخرى رح تشوفوها على قناتي Learn English with Dream كفوين يعطيكم ألف عافية